اهلا بكم عندكم جيركن زي كده اوعي ترموه هنعمل منه فكرتين بصراحة احلى من بعض بس تابعيني الاخر الفيديو وما تنسيش بقى اللايك والشير وصلي عن نبي كده في التعليقات ونبتدي اول فكرة معنا اول حاجة زي ما انتو شايفين كده انا بعلم هالجيركن بتاعي انا هعمل منه فكرتين بس يعني هعمل فكرة بالنص اللي تحت وفكرة بالنص اللي فوق وكده انا بساوي بالمسطرة عشان المقاسات تطلع مظبوطة بالشكل دوت كده وهفرغوا ممكن تفرغيه باي حاجة عندك سكينة عندك كوية قطر وانا هياخد الجزء اللي تحت دوت واول حاجة رسمت قلبين زي كده ما اصبع واحطهم على الجيركن بالشكل ده واخرم حواليه بيبقى بالمنظر ده انا حطيته كعلامة مش اقدر وهعمل الخرمين في الجناب زي كده والناحية التانية نفس الخرمين بالشكل ده وبعدين بواسطة ابرة وخط خيش هعمل القلب بالمنظر ده واربط كده زي فيونكا كده من تحت والناحية التانية هعملها بنفس الوضع حيبقى معي المنظم بالشكل ده الناحيتين عملتهم زي بعض نيجي بقى للخرمين اللي انا عملتهم على جنب معي سلك السلك زي دوت ده بيتجاب من المكتبة عادي وهحطه كده في الخرمين يعني اعمله زي يد من ناحية التانية هعملها بنفس الوضع برضه بقى معي بالشكل ده لغاية كده تمام وحلو قوي ممكن تستعمليه على كده لو حبيت تنفذ الفكرة بس انا كان عندي شرائط فوم ابيض فقلت احطها بالشكل دوت تديها منظر وفي نفس الوقت تحمل اطراب بتاعته ان هي تعور ولا حاجة بالزبط شايفين الشكل ده الشكل النهائي بتاعه ده بقى ممكن بقى نستعمله للبادي سبلاش للفرش الشعر والحاجات اللي على التسريحة يبقى منظم لأي شيء لأي حاجة موجودة عندك شايفين الجمال شايفين تمنظره على التسريحة واجه كده عملنا فكرة سهلة وبسيطة من جركن كلنا هنرميه خلاص لو عجبتكم بقى اول فكرة ما تنسوش تحطولي عليها اللايك نيجي بقى للنص اللي فوق ده هنعمله فكرة روعة وخطيرة وهتساعدنا اللي احنا ننظم بيها الأكياس بتاعتنا هعمله قاعدة من الكارتون وهغلفها بالخيش زي ما انتوا شايفين كده وبعد كده هحط لها من فوق حتة خيش بالشكل دوت وكده غلفتها من ناحيتين دي على قد مقاس الجركن من تحت هتحركينها دلوقتي على جنب واجيب اي حاجة مدورة واعلم بيها دوائر انا عايزة اعمل عجركن كله دوائر زي ما انتوا شايفين كده هفرغها ممكن تفرغيها باي حاجة موجودة عندك بقت معي بالشكل ده هشيل اللي انا عملته دوت مكان الالم بمنجيل طبعا في تنر هو اللي بيشيل هو الالم الفلومستر من عجركن ومعي حتة جبير زي كده هلف بيها الغطى بالشكل ده وهجيب الاعدة اللي انا عملتها وعايزة اسبتها هسبتها من ناحية ايدي الجركن زي ما انتوا شايفين كده بحطة جبير من برا هلزقها بس بالشمع قويس جدا ومن داخل الجركن هسبتها برضو بمسدس الشم بنفس الطريقة حتة جبير تانية خالص شايفين بقت معي بالشكل دوت عشان بس الغطى يتغطى ويتقفل معي بمنطقة السهودة اهم حاجة اللي احنا نسبتها كويس جدا بمسدس الشمع انا كده بعيد عليها تاني وبعد معيت عليها بمسدس الشمع من الطرف كده الكرتونة اللي انا عاملها عايزة خرم صغير بالشكل ده عملته بالمقص وبخط خش زي ما انتو شايفين كده عشان لما اجي اقفل المنظم اقفله بالشكل دوت ده بقى هيبقى منظم معي خطير وعملي وحيساعدنا في اكبر مشكلة بتقابلنا في المطبخ وهي الكياس البلاستيك انا عندي كمية كياس مهولة وشوية في الدرج وشوية في الرف لأ منظم دوت لمل الكياس كلها معايا شايفين بالشكل دوت من غير مطبقي ومن غير مطرسي من غير اي حاجة لقبل عكس تمسك الكيس زي ما هو كده وتحطيه في المنظم شايفين بقى كمية الكياس اللي شالها واجي عملنا حاكتين منظمين احلى من بعض من جيركن صابون كنا هنرميه ممكن كمان تشليه في اي حتة ممكن تعلقيه تحطيه فرف تخليه على الرخامة حاجة شكلها حلوة وشيك وعملية في نفس الوقت وما بتاخدش مكان انا بس انا عملته قفلته هوت ويهي حعلقه في المطبخ عندي هتشوفوا منظره دلوقتي حاجة بمنتهى الجمال والروعة شايفين اول حاجة اللي الكياس بتكلع بمنتهى السهولة ازاي بمجرد ما بتشد الكيس كده بيطلع معاك لا بدخله تاني من نفس المكان يعني لو معايا كيس مكسلة افتح بقى الغطل منظم بدخله من نفس الفتحة تاني ودي فكرتين بتاع النهاردة ايراب بيجي يكون خفيف عليكم لو عجبتكم بقى الافكار ما تنسوش تعملوني لايك وشير واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة